وأول سؤال النهاردة معنا الأستاذة سامية من القاهرة تتفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عامل إيه؟ فضل ونعمة الحمد لله عزك تدعي لابني والنبي ربنا إن شاء دعوتك لابني طيب بيشرب كل حاجة بيشرب كل حاجة لا حاول أقوة إلا بالله ومش عارفة أود ما صحة ولا أدي أي حاجة ليه؟ ليه مش عارفة عزك تدعي لابني والنبي ليه مش عارفة تود ما صحة ليه؟ ما فيش يا دكتور ما فيش إحنا هنا كنا الأسبوع اللي فات أو الأسبوع اللي قبل الأسبوع اللي فات كنا منتكلم على الإدمان وأسبوع اللي قبل وكمان كنا منتكلم على الإدمان وكنا استضافنا أستاذ بايم عزكا من صندوق مكافحة الإدمان فليه؟ اتسل بيهم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير إن شاء الله لكن ما تسكوتيش يا حاجة المسألة دي لازم لازم نلحقه لازم نلحقه يعني إحنا لازم نلحقه بيشرب كل حاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمه بس أنت يدعيه في كل سجنة من سجدات صلاتك والله بدعيله بدعيله زي ما يكون بدأ عليه والله لا 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 يدعيله يدعيله أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويويسر أموره ويهديه إلى سواء السبيل وإحنا كلنا ندعيله أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له طريقة الهداية ويجلي بصيرته ويريه الحق حقا ورزقه اتباعه ويجعله الله سبحانه وتعالى من الراشدين ويزيل من جسده كل هذه السموم ويجعله طاهرا مطهرا مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلوا أربع سنين في الهلاك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ده كله يزول إن شاء الله ما تقلق ليش كله يزول إن شاء الله ندعيل الحق سمي أن ربنا سبحانه وتعالى يؤسر أمر ولدها إن شاء الله ويهديه إلى سواء السبيل ولكل حد بيتعرض لفتنة الإدمان لأنها فتنة ولا أزوب الله فتنة ثقيلة ثقيلة على أهل المدمن أكثر منها على الشخص المدمن احنا المرة اللي فاتت كنا اصطلاحنا احنا سميء الشخص الذي يعتمد على المخدرات الشخص ده بيفقد ثقة بنفسه وبيفقد ثقة الناس اللي حواليه ثقتهم بنفسهم ويفقدهم كمان معنى الكرامة ومعنى الحياة فاحنا عايزين نتمسك بمعاني الكرامة والحياة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ابننا العزيز ده ابننا العزيز يشعر بالكرامة واشعر بالاحترام لذاته واشعر بالمسئولية واشعر بالخير واشعر بالجمال ليخرج من كل معاني المهانة اللي موجودة في الإدمان يا رب يا رب استجب يا رب واجعله يا رب أنا في حفظك وفي أمنك وفي هدايتك وأخرجه من هذه الظلمات إلى نور طاعتك ومحبتك يا رب العالمين